وكان قد أكد رئيس الهيئة العليا لتجمع اليمن للإصلاح محمد اليدومي على ضرورة التسريع في تنفيذ اتفاق الرياض وأوضح اليدومي في منشور على صفحته الرسمية في الفيسبوك بأن عدم تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في اتفاق الرياض سيجعل ولادة الحكومة أمرا متعسرا وقال اليدومي مر أكثر من عام على توقيع اتفاق الرياض وأكثر من ثلاثة أشهر على محاولة تجديده وأشار رئيس الإصلاح إلى أن عدم تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في الشق العسكري والأمني سيجعل ولادة الحكومة أمرا متعسرا وغير قابل للأعذار لأعذار لا معنى لها ولا تصب في مصلحة أحد وشدد اليدومي على أهمية الوقت وقال الأمر بالخيار إما الاستفادة من الوقت أو الشتات في الأمر موسيقى موسيقى موسيقى